ننضم إلينا من كابل مرسلنا فضل القاهر قادي فضل نتابع معك آخر المستجدات من بنجير آخر الجيوب المناهضة لحركة طالبان وكيف هي الأوضاع خلال الساعات الأخيرة نعم بالفعل ميشيل الحركة أعلنت عن سيطرتها على مديرية بريان التي يعتبر أحد مدريات في داخل بنجير لكن في المقابل القوة المناهضة تقول بأنها تصدت لهجوم لحركة طالبان في داخل بنجير لكن هناك تصريحات متضاربة حتى الآن بين الطرفين لكن في الحقيقة ميشيل هنا في وادي بنجير الناس الذين يخرجون منها يقولون بأن الإنترنت مقطوعة وخطوط الهاتف مقطوعة فهناك حصار مشدد في الواقع على هذه المدينة طبعا لازلت الوضع في هذه المدينة متوترة جدا رغم أن الحركة قالت بأنها لا تريد برغم أنها حاولت الكثير عبر وسطات ومفاوضات لكنها فشت وأنها لجأت إلى الهجوم على بنجير فضل إلى أي مدى أيضا هذه الأحداث والوضع الميداني يؤثر على مسألة الإعلان عن الحكومة التي كنا من المرتقب أن تصدر أو تعلن عنها طالبان بالأمس نعم ميشيل بالفعل ربما هذه له تأثيرات على تشكيل الحكومة المرتقبة التي ربما ستعلن خلال أيام لكن ربما مواجهات منشير تركت أثرها على المجريات فيما يتعلق بالحكومة الجديدة في الواقع هنا الجميع حقيقة يترقبون حقيقة انتظارا يترقبون إعلان الحكومة وصلت حقيقة غياب في السلطة هنا نحن على أكثر من ثلاثة سابيع حتى الآن ميشيل لا يجد حكومة حتى الآن هناك حالة من الغموض حقيقة حول مستقبل البلاد هنا الكثير حقيقة من هناك وضع اقتصادي غير معلوم أيضا الكثير من الناس لا يستطيعون حقيقة حتى الآن يذهبوا إلى العمل لا يجد هناك رؤية واضحة كذلك الجميع هنا ينتظرون رواتبهم في الواقع هذا حالة الموجودة حتى الآن شكرا جزيلا لك فضل القاهر قادي مراسلنا من كابل